بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين انحرفوا عن جادة الصواب وجادة الإسلام وجادة الحق والهدى والنور الرافضة ولذلك قاتلهم المسلمون ومعتقد الرافضة كفر جماهير المسلمين بل تعدى إلى ما هو أشد من ذلك وأعظم وأنكى أن كفروا الخلفاء الثلاثة كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وزعموا أنهم قد خانوا الأمانة وظلموا وبغوا وكفروا وارتدوا عن دين الله بل كفروا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ارتدوا بعده بتولية أبي بكر الخلافة ومن بعده عمر ومن بعده عثمان وقالوا إن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أولى بذلك وأن الصحابة قد تواطعوا فيما بينهم على هذا الظلم والبغي حاشاهم رضي الله عنهم وأنهم يكفرون أهل الإسلام ويقولون إن من يقول إن الله يرى في الآخرة فهو كافر وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة فإن رؤية الله جل وعلا حق في الآخرة قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وما أعطي أهل الجنة عطاء أفضل ولا أعظم ولا أجل ولا أفضل من لذة رؤية الله جل وعلا في الجنة جعلني الله وإياكم من أهل هذا النعيم واللده فإنهم يرون ربهم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه فهذا نعيم يسبغه الله جل وعلا على أهل جنته ورضوانه فهم ينكرون ذلك ويقولون إن القول برؤية الله من باب التجسيم لله فينزهون الله بزعمهم وردوا النصوص من الكتاب والسنة الدالة على أن رؤية الله في الآخرة حق لأهل الجنة أما رؤية الله جل وعلا في الدنيا فمحل أما رؤية الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عُرِج به في السماء محل خلاف أما رؤية الله من النبي في الأرض فليست محل خلاف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم عُرِج به إلى السماء فإن ابن عباس وجماعة من الصحابة يُثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا في معراجه وينفي ذلك جملة من الصحابة ومنهم عائشة وقالت من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم عُرِج به فقد كذب وقالت وقف شعر جسدي من هذا والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج وأن الله جل وعلا لا تستطيع عيون البشر رؤيته جل وعلا نور أنا أراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيخ الإسلام في معتقد الرافضة أنهم يكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها من بدعهم أنهم يمسحون القدمين في الوضوء ولا يغسلونها ويقولون أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فيقولون بقراءة الجر وأن المغسول عضويني والممسوح عضويني فالمغسول الوجه واليدين والمغسول الوجه واليدان والممسوح الرأس والقدمان هكذا يقولون فهم يقولون أو يعتقدون أن الغسل للقدمين في الوضوء ليس ليس دينا وإنما يمسحون يمسحون على القدمين وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن غسل الرجلين واجب والقراءة الثابتة بالنصب للرجلين فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين معطوفة على الغسل إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة النصب وأيضا جاء في قراءة سبعية قراءة الجر ب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ووجه أهل السنة والجماعة بالمسح على الخفين أي بالغسل إذا كانت الرجل مكشوفة وبالمسح إذا كانت الرجل إذا كانت الرجل قد لابس عليها الجورب وهم عكسوا ذلك الرافضة يمسحون على الرجلين المكشوفتين ولا يمسحون على الخفين فمن اعتقاد الرافضة عدم المسح الخفين ولذلك تكاثر علماء السنة الذين ألفوا في العقائد بذكر المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة لماذا؟ مع أنها مسألة فقهية لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة للمبتدعة وهم الرافضة فإنهم لا يمسحون على الخفين ويؤخرون الفطر يعني الفطر من الصيام في رمضان وصلاة المغرب إلى طلوع النجم ولا يبادرون إلى الفطر وإلى الصلاة مع مغيب الشمس وأهل السنة والجماعة إنما يكون فطرهم مع غروب الشمس ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر منذ أن تغرب الشمس والصلاة كذلك بعد غروب الشمس ويجمعون بين الصلاتين بلا عذر هذا هذا مذهبهم وهو مذهب فاسد فاسد باطل ويقنتون في الصلوات الخمس والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل ولم يقنت فيما سوى ذلك وأما القنوت في كل الصلوات في كل الصلوات الخمس في كل يوم مدى الدهر فهو فهو انحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرمون الفقاعة وهو شراف الشعير لأن له زبد ويقولون إن هذا مما يحرم لأنه يعدونه من المسكرات وأيضا يحرمون ذبائح أهل الكتاب مخالفة لما جاء في كتاب الله من حل ذبائح أهل الكتاب أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وقال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح إذا كان الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام قد مرق منه يعني بذلك الخوارج والرافضة مع عبادتهم العظيمة أي الخوارج ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشدة العبادة وكثرتها وكثرة الاتصاف بصفات الصالحين العباد مع كثرة هذه العبادة وشدتها مرقوا من الإسلام يعني خارجوا من الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فهل بعد هذا يأمن إنسان على نفسه ألا يحصل له مثل ذلك إذا وقع فيما وقع فيه القوم ما الذي وقع فيه القوم وقعوا في أمور هي التي هي التي حملتهم وأوقعتهم في هذا المروق من الدين ما هي هذه الأسباب التي حملتهم على الخروج من دين الله أول هذه الأمور الغلو 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 في الدين من أعظم أسباب الإنحراف عن الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين هو الذي أهلكهم ولذلك ذم الله جل وعلا الغلو فقال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وقال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق وغير ذلك من الآيات التي دلت على ذم الغلو ذم الله جل وعلا للغلو لأنه من أعظم الأسباب التي تحمل على الإنحراف عن دين الله والمروق عنه حتى يخرج الإنسان من الدين من حيث شعر أم لم يشعر فلذلك يكون الإنسان على حذر يكون الإنسان على حذر بأن يعبد الله بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحذر من الغلوف الدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو حتى في رمي الجمار قال إياكم والغلوف بمثل هذه فارموا وإياكم في الغلوف وإياكم والغلوف فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا الغلوف في الدين سبب هلاك من هلك قبلنا هو الغلوف في الدين سبب هلاك من مرق من الدين ممن كان ينتسب للدين الغلوف في الدين هو سبب هو سبب مروق الخوارج وضلالهم هو سبب هو سبب فساد من فسد من الطوائف التي غلت في دين الله التي غلت في دين الله فالغلوف من أعظم ما يحرص عليه الشيطان بعض الناس تجده يجتهد في أن لا ينقص عليه في جانب الطاعة أو في ارتكاب المنهيات في مثل هذه الأمور شيء ويظن أنه بكثرة العبادة والطاعة يكون قد سلك الطريق المستقيم لا إن من سبل الشيطان ومن طرائق الشيطان ومما يجلب عليه الشيطان بخيله ورجله أن يغلو الإنسان في الدين وأن يزيد في وأن يزيد في دين الله ما لم يشرعه الله البدع اليوم عند المسلمين كثيرة منها بدع مكفرة مخرجة من الدين بالكلية من ذلك من ذلك دعاء أهل القبور ولو كانوا من الصالحين دعاءهم من غير من دون الله جل وعلا ونسبة الخير والشر والقدرة إليهم فيه فيما لا يقدر عليه إلا الله غلوا في الصالحين سواء كانوا أحياء أو أموات يأتون إلى قبر البدوي أو الجيلاني رحمه الله عبدالقادر الجيلاني الشيخ عبدالقادر أو غيره فيدعونه من دون الله جل وعلا ويطفون بقبره ويتقربون إليه ويقدمون له ويقدمون له النذور والذبائح والقرابين هذا وإن كان اجتهاد وإن كان فيه بدل مال وإن كان فيه تعاب للنفس وإن كان فيه إرادة الخير فهو يريد الخير فإنه فيه ضلال وزيغ وكفر وشرك يخرجه من الدين بالكلية من حيث يشعر أو لا يشعر ليس ليس كثرة العمل أو كثرة بدل المال أو التعب أو النصب هو كافي في صحة العبادة بل لا بد في صحة العبادة أن تكون بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد وليس للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إلى هذا الرجل أنه كثير عبادة وطاعة وانصراف عن الناس وعملت ذاتها ما يكفي هذا ربما هذا كان من علامات ضلاله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام بالصوم والإفطار ويمشي في الأسواق بل وصف الله أنبياءه ورسوله إنهم لا يأكلون الطعام يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وليس كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون وكذلك العبد من غير الأنبياء ربما وقع في الخطأ وربما وقع في الزلل كغيره من البشر فالغلو في الصالحين فضلاً عن غيرهم من أعظم أسباب الإنحراف والضلال ولو كان بكثرة عبادة أو ضاعة أو وأعظم من ذلك الاستدراك على الشارع الاستدراك على الشارع فيما شرع فيظنون أن هذه العبادة وإن لم يشرعها الله ولا رسوله فإنها حسنة وإنها فيها تقرب إلى الله هذا استدراك على الله هذا استدراك على نبيه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم والمبتدع يقول لا لا ماكمل الدين هناك هذا الأمر وهذا الأمر هذه أمور حسنة نقول له لكن ما جاءت في الكتاب ولا جاءت في السنة ما شرعها الله ما شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول وإن كان وإن كان لكنها تقرب الناس إلى الله تذكرهم بالله يا أخي ليس لك أن تعبد الله إلا بما شرع الله ليس باستحسانات العقول ولا بالأهواء يتعبد الله جل وعلا وإنما يتعبد الله جل وعلا بما شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالذي جاء وقال أنا أصوم ولا أفطر ماذا كان يريد كان يريد مزيد طاعة ومزيد قربة ومزيد عبادة لله جل وعلا لكن ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فليس منه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن من من الرسول ومن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ممن يكون من أتباع الشيطان إن لم يكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا اتباع الشيطان نسأل الله السلامة والعافية فلا تستحسن الأعمال بالعقول وإنما نستحسن ما استحسنه الشارع وما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا يدعي أحد أنه بمنأ عن الوقوع في الزلل والخطأ وإنما عليها أن يتعلم ويتفق في دين الله ويلزم جادة أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الصواب ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه ومنها أحاديث تروى الثاني من أسباب الضلال ومما يوقع في الفتنة والإنحراف والإنحراف التفرق والاختلاف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله لست منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم الذين يسعون بالفرق بين المسلمين والاختلاف والنزاع والشقاق والفوضى يقعون في الزيغ والإنحراف عن جادة الصواب لأن الجادة جادة الصواب والحق وشرع الله هو الإتلاف والاجتماع وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون عبادة الله جل وعلا بالاجتماع ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريحون وقال الله جل وعلا في محكم كتابه بعد أن أمر وبين عظم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول الله جل وعلا أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فالتفرق والاختلاف من أعظم أسباب الزيغ والانحراف بما يكون الاختلاف والافتراق بمفارقة جماعة المسلمين والاختلاف على إمام المسلمين جماعة المسلمين واحدة فيأتي هذا يريد أن يفرق جماعتهم ويفرق صفهم ووحدتهم بالأهواء والآراء والشبه والدعاوى التي يستجلب بها يستجلب بها أصحاب الأهواء وضعيف الديانة فيلبس عليهم كما وقع ذلك عندما وقعت الفتنة زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فقد سعى سعى أرباب الفتنة إلى الفرقة والاختلاف على أمير المؤمنين فجاء الأوباش ومن سار في فلكهم يشيعون على عثمان ما يشيعون عنه مما هو منه براء من أشياء وأمور تغير صدور العامة عليه حتى وقع السيف في الأمة فلما وقع السيف أول ما وقع في زمن عثمان لم يرفع إلى اليوم نجد أن الفتنة تطل برأسها في بلدان المسلمين وهذا واقع نشاهده في بعض بلاد المسلمين اليوم من سفك للدماء بماذا؟ لخروجهم على أئمتهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وزرع الفوضى والشقاق والتفرق والاختلاف هذا من أعظم أسباب الزيغ والانحراف وهذا من فقه شيخ الإسلام أن عده من أعظم أسباب الزيغ قال التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه نعم أحسن الله عليكم وقال رحمه الله ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنزهه عن الضلال والغواية فنزهه عن الضلال والغواية الذين هما الجهل والظلم فالضال الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوا النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى نعم الثالث من أسباب الضلال والزيغ والانحراف أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب كذب يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقها الجاهل بالحديث لموافقة ظنه وهواه هذه الأحاديث ضلال وغواية يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم أهل الضلال يتبعون الظن والهوى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وكل وكل انحراف فهو من أحد أمرين إما من ضلال وهو الذي يعمل بلا علم عن جهل والثاني الغواية وهو الذي عنده علم لكن يخالف هذا العلم لهوى نفسه فيتبع هوى نفسه مع مخالفته للحق عن عمد وإرادة المخالفة فهذا من أعظم أسباب الزيغ والانحراف أن اكتكأ بعض الناس على أحاديث يرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عارفة على جمال يصافح الركبان أو غير ذلك من الأحاديث التي يكذبون بها على نبينا صلى الله عليه وسلم فيتكأ عليها أهل الغواية وأهل الضلال فهذه ثلاثة أسباب يأتي بيانها من المصنف إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزق للإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن يغفر لشيخ الإسلام من تيمية ولعلماء المسلمين وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين وأن يجعلنا ممن فاقها دين الله جل وعلا وعمل به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه مستقيم وأن يوفقنا أولاة أمورنا لكل خير والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة